سألكم بسرعة الأول عام يعني بوصف أنا أنا كريم يعني بوصف البطولة دي إنها معفراطة فيها حاجة غريبة كده مش فاهمها حاسة كده مفاجآت مفاجآت بجببن يعني دور المجموعات كله ما كانش فيه أي نتيجة منطقية تقريبا وكل التوقعات إن كنت عندك هنا من شهر وطلعك الجزائر هتكمل تونس هتكمل مفاجآت كلها مستحيل إحنا تأهلنا بتلات نقط وتلاقي غنيا للسرعة بتطلع وتلاقي إن يا بابيا بتسعد وتلاقي منتخبات موريتانيا طبعا دي إن فرح لها جدا موريتانيا إنها تسعد بس المتخبات ما كانتش متوقع أبدا إنها تسعد طيب بشكل عامة جميع بطولة أهم فيها مفاجآت كتير لكن ده في الآخر تقدر تاخده بشكل إيجابي أو بشكل سلبي بشكل إيجابي إنه الفروق التنفسية الكبيرة اللي كانت موجودة قبل كده بأفريقيا بقيتش موجودة بتتكلم على منتخبات زي ما أنت قلت غينيا ليستوئية بتتكلم على ميبيا كافرد بتتكلم على غينيا مكملة وموجودة في دول الستاشر تتكلم على مفاجئة موريتانيا آه كان عندنا تجربة عظيمة جدا في النسخة اللي فاتت تجربة جامبيا لكن النسخة الحالية لديك فرق كتير وأسامي كتير أنجولا بتتصدر مجموعة فيها الجزائر وفيها بوركينا فاسو فرصائر هان طول الوقت موجودين بوركينا فاسو كنت قريبة جدا من التقال الكأس العالم بوركينا فاسو معانا في مجوعتنا في تصفية الكأس العالم الحالية منتخب قوي جدا جزائر اسم كبير كل منتخبات ديوش موجودة بتتكلم على الميبيا بتسعد على حساب تونس فانت بتتكلم على أنه الفروق ما بقتش موجودة زي الأول بتتكلم على أنه في بعض التجارب الجيدة في بناء قعدة عملية التطور بقت موجودة موريتانيا بالمناسبة مش والدت الصدفة بقالها 5-6 سنين بيحاولوا يعملوا عملية التطور استقدموا أمير عبدو علشان يعملوا ده مش خش في تفاصيل كتير لكن في النهاية لا الكرة بتتحول جوه أفريقيا الفروقات هتبتلت قل أسامة كبيرة زي غانا أسامة كبيرة زي الجزائر زي تونس ودعت البطولة بدري في فرق بتتولد من أول وجديد وفي فرق مكملة زي السنغال ومار دايما نسمع الجملة دي من سنين يعني أن الفروق بقت صغيرة وما فيش فروقات كبيرة بين المتخبط الأفريقية بس عادة يعني المتخبط الكبيرة هي اللي كي بتسيطر الآن نشاهد الفروقات فعلا مش موجودة بقى مش بقيت قريبة بقيتش موجودة إيه اللي حصل؟ هو ممكن نقولها كده بالبلد شوية المنتخبات الصغيرة بقيت بتخربش ما بقاش في حد قعد مستني أن أنا هنزل للضرب بس وخلاص وخلاص وخلاصها رايحة اللي هو هلعب للتلات مطشاط وارجع بلدي لا ما بقاش في حد بيعمل كده المنتخبات الكبيرة كمان هي كانت من أسباب تقليل الفروقات دي لأن المنتخبات الكبيرة بقت في منها متكل على اسمه أكتر ومعتمدين على أن إحنا غانا إحنا تونس إحنا الجزائر ما بقاش فيه زي ما كان بيبقى موجود قبل كده تعامل بشكل علمي بشكل أن هم بيحاولوا يتطوروا دايما بنشوف أجيال بتسلم بعض في المنتخبات دي فمحافظين على نفس الرتم تعموا منهم منتخب الكاميرون على سبيل المثال رغم الصعود ويعني لكنه برضو في حالة سيئة كوتيفور؟ بالضبط وكوتيفور كتير بقى النحية الثانية لما تبصر منتخبات ومشاريع صغيرة في منتخبات بدأت تتطور زي كاب فيردي زي موريتانيا زي مالي على طول بنشوف فيها العيبة لكن غينيا الاستوائية غينيا كل المنتخبات دي أنجولا طبعا بتتصدر مجموعتها كل المنتخبات دي بدأت تتعامل بشكل علمي أكتر بدأ يروحوا للمدارس تدريبية مش زي الأول أن هم أي مدرب بيجي أو أي اسم وخلاص لا بيروحوا للمدرسة معينة باسم معين هم عايزين يطبقوا الفكر بتاعه بدأوا يسكوا في المدربين بشكل أكبر وبيحافظوا عليه بشكل أكبر مدرسة المنتخبات الصغيرة بدأت تتعامل بشكل علمي أكتر بدأت تدعبس أكتر والمنتخبات الكبيرة بدأت تتاكل على اسمها أكتر فالفرق قلي جدا لدرجة المنتخبات الصغيرة بدأت هي المتصدرة المشهد في الكرة الأفريقية